اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن مع ميليشي الحوثي من ستة أشهر إلى سنة ثم حوار سياسي مباشر لحل شامل لأزمة البلاد هذا ما كشف عنه مسؤول في الحكومة الشرعية قال إن الحكومة وميليشي الحوثي اتفقتا على تمديد الهدنة وتوسيعها لتشمل إجراءات إنسانية واقتصادية وأن إعلان الاتفاق سيتم رسميا خلال موعد أقصى يوما مصدران المشاركان في المحادثات قال لوكالة رويترز إن وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع قادة ميليشي الحوثي كذلك أكد المصدران أنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق فقد تعلن الأطراف المتصارعة عنه قبل عطلة عيد الفطر رويترز بيّنت أن المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل ودفع أجور الموظفين العموميين وعملية إعادة البناء والانتقال السياسي لفتة إلى أن اللقاء الذي جمع فجر الخميس أعضاء مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان كان لإطلاع القيادة في الحكومة الشرعية على التفاهمات التي توصلت إليها السعودية مع ميليشي الحوثي خلال الفترة الماضية وكشفت الوكالة أن الاتفاق يتضمن تمديد الهدنة إلى نهاية كانون الأول القادم إضافة إلى فتح مطار سنعاء أمام رحلات أوسع واستئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية وتوحيد العملة وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين وفتح الطرقات في تعز وبقية المناطق بالإضافة إلى إطلاق صراح الأسرى ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية وميليشي الحوثي في سويسرا وتوسيع القائمة لتشمل عددا أكبر وتوقع مراقبنا أن تخرق ميليشي الحوثي الهدنة إذا أقرت في الأيام القليلة القادمة فقد تكررت انتهاكاتها للهدن التي أعلن عنها منذ بداية الصراع في اليمن كان آخرها انتهاكها للهدنة الأممية التي أعلن عنها في نيسان الماضي عشرات المرة